النفيس وهو النحاس فنبدأ إن شاء الله نحاسيك هذا هو محلول مثلات نحاسيك أذرق اللوم نستعمل الأجهزة في الأجهزة الإلكتروض ونحتاج لمعدن النحاس وهذا هو المعدن الحديث الذي يراب طلاء نريد أن نطلق به معدن النحاس يراب طلاء معدن الحديث بمعدن النحاس هذا هو حمام مائي يتم توصيل هذه الأقطاب قطب النحاس أصفر اللون وقطب الحديث يتم توصيل بالبطارية وقطب الحديث قطب الحديث لن اشتغل نلاحظ أن البطارية هي مصدر التيار الكهربائي وبالتالي يكون النحاس بمثل القطب الموجب ويتم أكسده بينما الحديد يمثل القطب السالب ويتم ترسب القطب النحاس على الحديد حيث أن معدن الحديد يتقبل أو قابل للتأكسد والتآكل بينما النحاس يعطي اللون الأصفر وملاحظنا أنه بدأت التوصيل الكهربائي عبر نقل الأيونات داخل المحلول وبالتالي تترسب مادة الحديد الأصفر وهكذا وهذا الإنزام بالبسيط نتمنى أنه نكون وضحنا الرؤية